بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عرفنا الدوال إنه في نوعين كاتشر وبروباقيتور الآن الاستثناءات نفسها نفس الاستثناء الاكسبشن نفسه أي كلاس من الاكسبشن نوعين هو أول إحنا عرفنا دوال الاكسبشن الآن الاكسبشن نفسه يكون نوعين مثلا عندي أول نوع اللي هو يسمونه checked unchecked ثاني نوع اللي هو يسمونه unchecked إيش يعني هذا الكلام طيب unchecked unchecked شوف إحنا عندنا إذا كان الاستثناء نوع الاستثناء يشيك عليه أثناء compile time يعني وقت ما تشغل البرنامج أو أثناء ما تكتب فهذا يسمى checked يعني يتأكد إن الاستثناء من الاستثناء قبل التشغيل إذا كان unchecked فهو يعتبر runtime exception اللي تكلمنا عنه runtime exception يعني هذا الاستثناء أو هذا الاستثناء ما يشيك عليه إلا وقت التنفيذ لأننا ما أعرف حدث استثناء أو ما حدث مثل مثل القسم على صفر لما أنا أطلب مدخلات من المستخدم أنا ما أدري المستخدم هيدخل صفر أو لا فالاستثناء هنا arithmetic exception اللي هو الـ arithmetic exception يعتبر unchecked لأن استثناء ما شيء يكن عليه أثناء التشغيل أو وقت الكمبال عفوا ما شيء يكن عليه وقت الكمبال فهذا يسمى runtime exception يعني ما نقدر نتصرف فيه إلى أن يشتغل البرنامج وبعد ما تدخل القيم نقرر إذا حدث استثناء أو لا فلما نرى checked معناته وقت الكمبال يعني ممكن يسبب لك مشاكل قبل ما تشغل البرنامج لكن هنا مشاكل بعد ما تشغل البرنامج فchecked يعني قاعد يفحصه قبل التشغيل Unchecked بعد التشغيل وهذه أنواع الاستثنات من حيث checked و Unchecked صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى عالي وصحبي أجمعين